السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومعكم اخوكم ايهاب الصرفاند من قناة ايهاب تيفي كيف حالكم ان شاء الله بخير ان شاء الله مبسوطين اليوم بدنا نيجي نشوف مع بعض التحديثات 14 ولكن اليوم بشكل مختلف في قائمة ظهرت هذه القائمة قائمة رسمية لهواتف شاومي اللي هتحصل على التحديث 14 مع الاندرويد 13 وهذه القائمة هيكون الاجهزة واصلة لها التحديث قبل نهاية شهر مارس اللي هو شهر ثلاثة كنوا معنا الان لا تنسوا الضغط على زر الاعجاب والاشتراك في القناة وتفعل الجرس يا حبيب علشان يصلى كل جديد وخلينا نشوف الجديد ورجعنا لكم الجديد صلوا على سيدنا محمد هذه القائمة اول حاجة احنا بنعرف انه الاجهزة اللي بتجيها التحديثات بتجي للنسخة الصينية وبعد هيك بتتوزع عن نسخة العالمية واحنا قلنا شاومي بتبدي ولادها اول اش ولادها اللي هم من الصين بعدين للعالم الاخر او العالم اللي بره الصين من باب الصين وبره كله العالم او عالمي اللي هو اوروبي عالمي هندي كله هذا عالمي خلينا الان نبدأ ونشوف القائمة المهمة جدا اللي صدرت اليوم من ضمن هذه القائمة اجهزة اطلقت تحديث في الوقت الحالي وحصلت على التحديث ولكن ليس كل النسخ خلينا نيجي نشوف اول اجهزة نبدأ عبر اكتلها مي ميكس اربع اول جهاز شاومي ميكس اربع جهاز الثاني مي او شاومي اتناعش اكس احنا بناعرف انو شاومي عملت شاومي اطناعش شاومي اطناعش برو هذا الجهاز اللي هو اتيت لقيها اي اعلى مواصفات هذا الجهاز كاميرته رهيبة خمسين ميجابيكسل ولكن بتعطيك اللي هو زوم لعند مية او عشر اكس ووصفات سناب دراجون تالة تمانيات وجهاز عندي وتعملت فيه حتى الان موجود عندي جهاز رائع جدا وكاميرا حقيقية في الليل في النهار حاجة لوسيا معلم شاومي 11 برو شاومي 11 شاومي 11 يوث فيتاليتي اديشن شاومي 11 يوث اديشن شاومي او مي تن اس طبعا في عينها شاومي تن شاومي تن اس شاومي تن الترا هذه كلها الاجهزة اللي هو عائلة التن وعائلة التن بالنسبة للاندرويد مش هتوخد يعني في الغالب انه هتوخد اندرويد 12 وقالوا بدهم يرسلوا 13 لسه مش اكيد لكن هتوخد واجهة 14 شاومي سي في 1 اس شاومي سي في 2 ريدمي كي 40 برو ريدمي كي 40 اس ريدمي كي 40 ريدمي كي 40 احنا بنعرف انه هو عبارة عن جهاز البوكو اف 3 ريدمي كي 40 بوكو اف 3 او مي 11 اكس في الهند بقولولو مي 11 اكس وعننا في العالم اف 3 ريدمي نوت 12 برو ريدمي نوت 12 برو بلس ريدمي نوت 12 فايف جي ريدمي نوت 12 اكس بلولر اديشن ريدمي نوت 12 تريندي اديشن اذا سلسلة ريدمي نوت 12 احنا بنعرف انه ريدمي نوت 12 تم اطلاقه في الصين فقط وتم اطلاق بعض النسخ وليس كل النسخ اللي هو مسلا زي ريدمي نوت 12 برو بلس هذا اطلقوه كمان في الهند يعني في منه نسخة هندية وفي منه نسخة صينية ولكن نسخة العالمية بشكل عام ما نزلت بالنسبة لسلسلة ريدمي نوت 12 ننتظر يتم الاعلان عن السلسلة رغم انها انطلقت في الصين صار لها اكتر من شهرين واكتر اه ما بعرف ليش التأخير في الاعلان عن النسخ العالمية ريدمي نوت 11 تي برو ريدمي نوت 11 تي برو بلس ريدمي نوت 11 اي بتعرف انه هذا الجهاز ريدمي نوت 11 اي جهاز حلو المعالج اللي هو دايمين سيتي اه 700 جهاز اه حلو مواصفاته حلوة وسعره طري سعره مش غالي مية وخمسين اي واربعين دولار بتاخد نسخة المية وثمانية وعشرين على ست ريدمي كي اربعين جيمينج هذا الجهاز بنقول له البوكو اف تري جي تي ريدمي نوت 10 برو 5 جي هذا الجهاز بنقول عنه احنا في النسخة العالمية البوكو اكستري جي تي هذا نفس الجهاز ونفس التحديد يعني اذا وصله تماما هيصل لنا القائمة هادي اللي انا ذكرتها او بذكر فيها الان فيه كمان اضافات عليها مش كل الاجهزة هادي الان بذكر لكن هادي التأكيد انه هتصل لها التحديثات خلال يعني الشهر هذا والشهر الجاي يعني قبل نهاية مارس ريدمي نوت 11 برو وريدمي نوت 11 برو بلس هادي القائمة ما اللي تم صدورها بشكل رسمي من شاومي انه هادي هتكون وصلها التحديثات قبل نهاية مارس ونجد جديد بيكون عندكو باذن الله تعالى نلتقي في فيديو جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام